اشتركوا في القناة وما يتعلق بها من أساسيات لتطبيقها والإلمام بآلية تقديم إقراراتها والرد على كافة الاستفسارات الواردة من قبل الحضور حيث شهدت الورشة تفاعلا بحضور أكثر من مئة مشارك من الخضاعين للقيمة المضافة وأشار الجهاز إلى استمراره في تنظيم ورش العمل لتعزيز الوعي بشكل دوري داعينا الرغبين في الانضمام إلى ملء استمارة التسجيل المتاحة على موقع الجهاز الوطني للإرادات www.nbr.gov.ph أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ التزاما هاما بتعزيز التعاون مع الدول العربية من خلال إنشاء عشر مختبرات مشتركة حيث ستعمل هذه المختبرات في مجالات حيوية عديدة منها الذكاء الاصطناعي وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي مرحبا بك في النشرة الاقتصادية وفي البداية دكتور لو تحدثنا حول العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية والخليجية خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري غير النفطي مرحبا بيكم وشكرا على الصدافة طبعا العلاقات العربية والخليجية والصينية تبدأ من 1956 واتطورت بشكل منحوظ آخر عشرين سنة طبعا مثل ما اتفضلت في قطاعات غير النفطية منهم الصحة والزراعة والبنية التحتية وبالأخص في مجالات التكنولوجيا ومآخرا في ذكاء الاصطناعي حيث سبر رئيس الصونة أن أهم دول اللي ممكن تركيز عليهم في ذكاء الاصطناعي في المستخدر بالنسبة للصين تكون الدول منطقة الخليج ونحن البحرين نتمنى نكون من الدول الرادة في هالمجال لتعاون مع جمهورية الصين الشعبية بالطبع دكتور يعني بالحديث عن الذكاء الاصطناعي بالتحديد لو تحدثنا عن أهم الشركات بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتحديد مملكة البحرين طبعا من أهم اللي ما فرح في كلام رئيس الصيني أن بناء 14 مختبر وكثيريتهم المختبرات لمعلاقة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا وأيضا نحن مثل ما قلنا قبل شوي أن نتمنى أن البحرين كمي الدول اللي تحتضن أحد المختبرات بالأخاص في الذكاء الاصطناعي مع تواجد النخبة والقنية التحتية عندنا في البحرين طبعا فيه استثمارات صينية يعني في البحرين عندنا شركات هواوي ويقرب 20 سنة مكتبهم الأقليمي في شرق الوسطب ودول الآسية الوسطب تواجد في البحرين نعم وأيضا نتمنى أن نكون شركات مع شركات صينية أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي وصبا السحابية عندهم استثمارات الشركات الصينية في المملكة العربية السعودية والإمارات في الأخاص شركات هواوي وعليبابا وتمسون فطلعاتنا أن نستفيد من خبرات صينية والاستثمارات الصينية في الذكاء الاصطناعي في المملكة البحرين بالتأكيد الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية رفعت شركات الطيران العالمية توقعاتها لأرباح عام 2024 وتوقعت إرادات على مستوى القطاع أقل قليلا عن تريليون دولار مع ارتفاع عدد المسافرين إلى مستوى قياسي وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إنه يتوقع أن يحقق القطاع على مستوى العالم أرباحا قدرها 30 مليارا و500 مليون دولار هذا العام وأشار المدير العام للاتحاد ولي وولش أمام مندوبين من منظمته التي تضم 320 شركة طيران تمثل 83% من حركة النقل الجوي العالمي إلا أن هذه النتائج المأمولة تمثل نجاحا كبيرا نظرا للخسائر الجسيمة الأخيرة بسبب الجائحة